اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعقو والغفران نرحبكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملك السلام عليكم معالي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حييك تحية مباركة طيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك دعاءك لنفسك وللسامعين ولجميع المسلمين وأثني على هذا الدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة كما أحيي إخواني القائمين بهذا البث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم معنا وعلى إيصال هذه الحلقة إلى إخواننا لعل الله سبحانه وتعالى ينفعهم بما فيها من ذكر ونحوه كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القولة فيتبع أحسنه والله المستعان حياكم الله وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الوجساب وعبر الرسائل النصية صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة معالي الشيخ عبدالله بارك الله فيكم ونحن نتفيأوا هذه الظلالة المباركة في هذا الشهر الفضيل المبارك هذا يسأل يقول ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى اللهم ألنا الحق حقا نرزقنا اتباعه وألنا الباطل باطل وجنبناه اللهم يا معلم إبراه ما علمنا ويا مفاهما سليمان فاهمنا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دعاء ختم القرآن هو في الواقع مستحب لأنك قد أنهيت أكبر عبادة وهي تلاوة كتاب الله من أوله سورة الفاتحة إلى آخره سورة الناس وهذا فضل عظيم ويكفيك أن تتصور فضل ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قارئ إن لكل حرف من القرآن قرأه قارئه له في ذلك حسنة له في ذلك عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالمجموع ثلاث حسنات في عشره بثلاثين حسنة يا إخوانا جزاكم الله خير ألف لام ميم ثلاثين حسنة فما ونك ورأيك في كتاب في تلاوتي وختمي هذا القرآن العظيم من أول آية في سورة الفاتحة إلى آخر سورة من الناس كم يبلغ من حرف وهذه الحروف البالغة الملايين حينما تضرب كل حرف في عشرة ما شاء الله كم لك من حرف يا إخوانا ينبغي لنا أن لا نضيع ما يجب علينا عمله لأنفسنا الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا ونحن الفقراء إليه والأذلاء بين يديه فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة وأن نكثر من الذكر الحكيم ومن جميع ما هو من الباقيات الصالحات ومن ذلك الآن ما يتعلق بقراءة القرآن العظيم فإذا ختمت القرآن من أوله إلى آخره فأنت الآن ما قرأت ما قرأت من كتاب الله إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الانتفاع من هذا الكتاب العظيم الذي هو شفاء للناس وهدى وموعظة ورحمة وفيه الخير كله بناء على هذا فالدعاء من حيث هو دعاء ما في الشك أنه محل دعاء ختم القرآن وعليك أن تلتجع وأن تتضرع بالله سبحانه وتعالى تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الأمر ما يتعلق الصلاة أولا نحن نتحدث الآن من حيث العقل الصلاة هي كما نعرف بأنها سلة بين العبد وبين ربه وهي مجموعة من الذكر مجموعة من الحمد مجموعة من الشكر مجموعة من الاستغفار مجموعة من حركات الذل والمهانة والخضوع والخشوع لمن؟ لمن يستحق الخضوع والخشوع وهو الله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فعلى كل حال فكونك تقرأ أو تدعو ربك بعد حتم القرآن تدعوه وتتضرع إليه أن يمثعك هذا القرآن وأن يكون وسيلة من وسائل إسعادك في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا يكون في الصلاة وفي غير الصلاة هذا من ناحية العقلية من ناحية النظر فقد ورد عن مجموعة من أصحاب رسول الله ومن التابعين على أن الدعاء ختم القرآن من الأمور التي هي قريبة من الإجابة والاستجابة من رب العالمين في صلاة التراويح نعم وفي صلاة التراويح ذكر بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني عن الإمام أحمد بن حمد رحمه الله وعن إمامه الفضل ابن العباس وليس الفضل ولد العباس أخو عبد الله بن عباس وإنما هو أحد الأصحاب التابعين رحمهم الله رحمه الله وكلمة الأصحاب يعني الأصحاب من أصحابنا وكذا وإلا فليس صحابيا فالحاصل أنه قال للإمام أحمد وهو إمام الإمام أحمد في الصلاة بعد أن أنتهي منك قل أعوذ برب الناس ماذا أقول فقال أدعو الله سبحانه وتعالى أدعو الله ولعله كذلك قال ومعنا دعاء الوتر قال أدعو الله حتى يكون لنا دعاءان دعاء ختم القرآن والدعاء في القنوط في القنوط الذي يكون مع الوتر فهذا كذلك ذكره رحمه الله الإمام أحمد وأجازه وفي نفس الأمر ذكر قال وكان أهل مكة يفعلون ذلك وذكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنوا على دعائه فالحاصل والحمد لله مجموعة كبيرة من أهل العلم راغبوا فيه وأكثروا من على كل أثناء على هذه الخسرة الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وهذا والحمد لله فيه خير وفيه دعاء وأصل القنوط في الصلاة قد يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يدعو عقب ركوع آخر آخر ركعة من صلاة المغرب ومن صلاة الفجر ومن بعض السلوات في النوازل ونعم وهذا والحمد لله جائز ونسأل الله أن يتقبل من الجميع اللهم أمين أزاك الله خير يا شيخ ووردنا أيضا هذا السؤال من تهجد وأوتر ونام ثم استيقظ وصلى ما كتب الله له فكيف يفعل لألا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وطراني في ليلة نعم رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء عنه مجموعة حديث لكن من ذلك حديثان يتعلقاني بالوتر فأحدهما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر آخر صلاتكم بالليل وطرا هذا حديث الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم لا وطران في ليلة فالآن السؤال نفسه يقول أنا صليت بعد صلاة العشاء مات يسر من صلاة ونويتها تعجدا نعم ثم ختمت ذلك بالوتر وفي آخر الليل قبل طلوع الفجر استيقظت فضلا من الله وصليت ما شاء الله وقد صليت الوتر نعم صليت الوتر فماذا أفعل الجواب مجموعة من أهل العلم قالوا إنه يستحب له في هذا أولاً إن كان ونه قوياً في أنه سيستيقظ قبل طلوع الفجر فلا يوتر إلا في آخر الوتر إلا في آخر الصلاة في آخر الليل نعم وإن كان وإن أحب أنه يتيقن وأنه يحتاط في أنه يحتاط للوتر لخشة من أن لا يستيقظ فيوتر ولكن إذا استيقظ يبدأ بركعة لأنه ختم صلاته قبل نومه بوتر بوتر آخر بصلاة آخرها ركعة صحيح يعني صلاته فرية فكذلك يبدأ بركعة واحدة حتى تكون مع الركعة السابقة تكون شفعاً ركعتين وبناء على هذا فكأنه لم يوتر فإذا ختم صلاته بعد ذلك يوتر فقد جعل آخر آخر صلاته بالليل وثراً هذه وأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيه الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً لا وثراً في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً فلم يخالف هذين الحديثين ولكن يا شيخ إذا استيقظ في الليل وهو قد أوتر في أول الليل له أن يصلي ركعتين 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 فقط نعم له ذلك لكن حتى يكون حتى حتى يكون مطبقاً للسنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً هذا يصلي ركعة يصلي ركعة بعد يصلي ركعة بعد استقامة ثم يصلي ما يصلي ثم بعد ذلك يوتر بركعة جزاك الله خير يا شيخ وأنا توقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر يا مفارح لا والله إلا كسرة اللازمها بيننا ما عنده مرة تطبخ له نفر حيها القبلة يا بعث عيني خدت الرجال من زوجته أنا جنية مسلمة والله العظيم إني سمعتها إلى مني طلبتك طلب قلتم حماماً 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 كرة القدم ما توقف أنا وظيوفي نجوم اللعبة مستمرين معكم يومياً في رمضان درب النصر يعني ما احترام من اليوم كان جبان مصحيح لازم نفتع ملعب أمي مخلا متنفسو يعني ليقوا هم عارفين جداً نياتهم وجود سلمان الهلال سيكون بطريق صحيح بنا نحلل بطريقة متوازنة ملعب سبيسي لأهل الله ملعب 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 أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى ومع ضيفنا الكريم معارف الشيخ عبدالله بن سليمان المنية الشيخ عبدالله بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج من أغمي عليه في شهر رمضان وبقي في الإغماع عشرة أيام ثم أفاق فهل يلزمه قضاء الصيام والصلاة؟ جاك الله خير الجوب على هذا أولاً لا يخفى بأن العبادة من صلاة أو صيام أو حج أو جكات أو لحو ذلك من أي عبادة من العبادات لا بد لها من النية والنية شرط لصحة العبادة وبناء على هذا فالنية لا تصدر ولا تصح إلا من عاغل أما غير العاقل فهو في الواقع على كل حال لا يستطيع أن يصدر منه نية وقصد لفقده العقل الذي يميز بين الأمور المتقاربة المتفقة المختلفة العقل هو يميز ذلك وهذا فاقد العقل وطالما أنه فاقد العقل ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يفيق الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقق فعلى كل حال لماذا رفع القلم عنهم لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بلية العمل وبناء على هذا فهذا الذي الآن فقد عقله عشرة أيام مجموعة كبيرة من المحققين من أهل العلم قالوا لا قضاء عليه لا صوما ولا صلاة لماذا لأنه وقت التكليف فاقد العقل ومرفوع للقلم عنه وبناء على هذا فليس عليه قضاء صوم ولا قضاء صلاة والحمد لله حينما أفاق بما هو فيه فعليه استقبال الأعمال الواجبة عليه حيث أنه عاد إليه عقله وعاد عليه تكليفه أحسن الله إليكم أيضا شيخ عبدالله من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج يقول السائل سافر الوالدان إلى الهند للعلاج ثم توفي والدي رحمه الله في الهند وتعثر رجوع الوالد السؤال هل تحتسب مدة التعثر من العدة أم تبدأ عدتها عند العودة وهل يجز لها العدة في منزل ابنها حيث كانت تقيم فيه قبل وفاة الوالد أولا العدة تبدأ من أول جهوق روحي الزوج نفسه فعلى كل حال فكونها وجد عندها من المقتضيات ما جعلها يعني لا تلتزم بالعدة إما لأنها لم تعلم بوفاتها إلا متأخرة بعد أن مضى خمسة أيام عشرة أيام شهر أو نحو ذلك فعلى كل حال هذه تحتسب من العدة لكنها في الواقع على كل حال ما يقال والله هذه تقضى أو ما تقضى لا بل هي عدتها تبدأ عالمت أو لم تعلم تبدأ من أول جهوق روحي زوجها هذا شيء واحد الأمر الثاني ما يتعلق بأنها في الهند ماذا تعمل؟ تعثرتنا فعلى كل حال فتأتي إن تيسل للأمر وإن لم يتيسل الأمر وكانت وكانت هي أو ابنها في محل فعلى كفاهية في الواقع تقضي عدة الوفات ولم كانت في الهند أو في البيت اللي هم شاكل فيه أو في الفندق حتى وإذا تيسل لهم الرجوع أثناء العدة أثناء العدة فلا بأس بذلك ولا يقال ينبغي أن تتظر حتى تكمل العدة في هذا البيت بل إذا تيسل لهم الرجوع وتعين عليهم فيرجعون وهي في عدتها ثم بعد وصولها تكون في بيت زوجها إن تيسر وإن لم يتيسر ففي بيت ابنها أو بنتها ابنها حيث كانت تقيم فيه قبل وفاة الوالد نعم وعلى كل حال تواصل ليس هذا هو سبب أن تعطى رخصة أن تقيمها أن تقفي عدة الوفاة في بيت ولدها وإنما هي الآن إن كان بيت زوجها موجود ينبغي لها أن تقفي عدة في بيت زوجها وهو بيتها الذي كان في السامع وإذا كان الموجود أو وجد ما يدعو إلى أنها تضطر إلى أن تقفي عدة في عدة ولدها فلا بس بذلك ولا حرج والحمد والحمد لله أحسن الله إليكم يا شيخ أيضا وردنا هذا السؤال هل يجوز للمطلقة إكمال العدة في بيت الزوج لرعاية الأبناء؟ على كل حال إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا نعم فيجب عليها أن تقضي عدة طلاقها في بيت زوجها وأن تتهيأ له كما كانت تتهيأ له قبل طلاقها فإن على كل حال أراد منها زوجها أو مطلقها ما يريد الرجل من زوجته فله ذلك لكن بشرط أن ينوي بذلك مراجعتها فإذا كان كذلك فالحمد لله وعلى كل حال والله سبحانه وتعالى نهى المرأة إذا طلق الطلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها فلابد أن أو بيت مطلقة فلابد أن تقضي العدة عده لأن الله يحدث بعد ذلك أمره ومن الأمر المراجعة نعم أحسن الله إليكم أيضا من الأسئلة في هذا الشهر الفضيل المبارك هذا يقول يا شيخ المغذي عن طريق الوريد هل يفطر؟ الذي يظهر لأنه يفطر ولا شك أنه والذي أعرف ما أعرف أحد من أهل العلم قال بأن المغذي من الإبر التي لا أثر لها في صحة السوم بل يكاد الإجماع ينعقد على أن إبر التغذية مفشدة يعني الناقضة للصوم نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج والدي توفي رحمه الله وقد أخبرنا قبل وفاته بأنه استلف مبلغا ماليا من زمينه في العمل قبل عشرين سنة ولا ندري عن مكانه ولا نملك عنوانا للتواصل معه ونرغب في أن نوفي الدين هل نقوم بالتبرع بالمبلغ عن صاحب الدين بغرض إفاء الدين؟ نعم حقيقة نقول نعمة هذا الرأي لكن ما يقال بالتبرع بل بالتصدق بالتصدق عن صاحب الدين لأن الله سبحانه وتعالى يعرفه وإذا كانوا هم يجهلونه فمن براءة ذمة أبيهم التصدق بالمبلغ الذي هو في ذمة أبيهم عن صاحب الحق عليه جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة وبارك الله فيك أنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك لها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه والله المستعان صلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إخوة الإسلام إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى الذي يأتيكم في هذا الشهر الفضيل المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا دائما وأبدا من خير إلى خير وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ عبدالله بن سليمان الميني عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر